انا هتوقف عند شخصية اخر شخصية معنا وارونا يا شباب الاستاذ محمد سيدعيد محمد سيد صالح ده باحث احنا قلنا محمد سيدعيد انا معلش يقولنا محمد سيد صالح ده زمننا الصحفي لكن محمد السيدعيد محمد السيدعيد وعملية عملية اللي هو قاسم امين ومشرفة رجل من هذا الزمان باحث جبر بحث هايل بحث ينظر أن يجود الزمان بمثله في متعلق بالكتابة التليفزيونية يعني الأعمال التاريخية بالذات برضو بعيد أعمل مثلاتي مسلسل طلعة حرب يعني إحنا في زمن يعني حتى ولا بنك مصري بينتجه ولا بنك مصري في زمن إحنا محتاجين لأمثال طلعة حرب ومحتاجين نعيد التجربة والمسلسل موجود وهو المسلسل عنده في الأدراج رغم مش حيلوق أو كاتب زي محمد سيد عيد يكتب مسلسل عن طلعة حرب مسلسل عن شخصية عظيمة في تاريخنا زي طلعة حرب طب أنا هسأل حضرتك آخر سؤال الأستاذ محمد سيد عيد كتب أسم أمين أنت مخفتيش تقدمي آسم أمين وإنت عارفة أنه فيه موقف اجتماعي منه كنت عايزة أغير سورة المنطبعة للناس عنده آه ومن النقطة دي كان هذا التوجه آه أنا أبقى يعني انطلقت دا لتصحي الصورة إن أنا لازم أغير الصورة المنطبعة أنا هذا القاسم عند الناس الناس يعادوا المرأة أو أغزل الناس اللي يقولوا هو اللي هو يعني اللي خرج المرأة أو هو اللي عايزي دا دا في الثقافة الشعبية يقوليك الله خرب بيت وآسم أمين خلها تشتغل أو مش بس كده وخلها خلها خلعة الحجاب وغيره حاجات من كده يعني لقب إنه هو كان بينادي بخلها نقاب آه مش الحجاب مش الحجاب طبعا العصر ما كانش لسه يعني يسمح بإنه يقول الحجاب يعني لكن آسم أمين كان مصلح اجتمام الشامل وليس بس هو قضيته المرأة إنما اختياره للكتابين واللي هم المرأة الجديدة وتحريب المرأة وتحرير المرأة اللي هم في واحد سنة 1900 و1899 و1900 آه 1900 تمام آه كان اختياره لأنه كان في تقديره إن قياس تقدم الأمم بتقدم المرأة داخلها يعني تتقدم المرأة تتقدم الأمة تتخلف المرأة تتخلف الأمة فهي يعني يعني لأنه في الآخر هي منشئة الأجيال وكان بيقول إن الطفل اللي عنده 9 سنين اللي بيخرج من البيت وروح مدرسة ثقفته أكبر أكتر من أمه فما العطاء اللي ممكن تديه أم جهلة وخلف الجدران آه آه فكان ده الهدف إنه تصحي الصورة لقاسم أمه ده بالعكس ده كان متمشي جداً مع الرسالة اللي أنا عملتها يعني من الأول من الأول بشكل